الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن للهدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأموات ساتها كل محدثة البدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فما زلنا مع الصدق الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الرجل ليكتب حتى يكتب عند الله كذابا فهنا جعل الصدق مفتاح الصدقية ومبدأها وهي غايته فلا ينال دراجتها كاذب البتة لا في قول ولا في عمل ولا في حال ووضح يعني ثم انتقلنا إلى الكلام عن كلمات في حقيقة الصدق حقيقة الصدق ووضحنا قول عبد الرحمن بن سيد الصدق الوفاء لله بالعمل الوفاء لله بالعمل كما وضحنا في منزلة الإنابة يقولنا الإنابة لغة هي الرجوع ورجع إلى الله إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا أي توبة ورجع إليه وفاءا كما رجع إليه عهدا موضح فهنا الصدق الوفاء بالعهد كما رجعت إليه عهدا موضح ترجع إليه وفاءا ورجع لي حالا كما رجع إليه يعني إجابة موضح كما رجع إليه إجابة إمام ابن القيم يقول وهذه الواردات التي توجب تقلب الصادق بحسب اختلاف تنوعها الواردات أيها الإخوة الكرام الواردات هناك واردات إيمانية وواردات شيطانية ترد على من؟ ترد على القلب يعني فهنا الواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها فإن صادفت قلبا فارغا خاليا من العوارد والمنازعات بين الحق والباطل بين جنود الرحمن وجنود الشيطان ودواع الطبع والهوى ملأته على قدر فراغي واضح أما إذا كان ممتلئا بالشعوات ممتلئا بالمعاصي ممتلئا بالكبائر ممتلئا بالخواطر التي يبذر الشيطان والنفس في أرض القلب فلن تجد مكان فالواردات الإلهية التي ترد على القلب واضح الواردات الإلهية واضح التي ترد على القلب يعني واضح القلب الهون الذي امتلأ بالمحبة الصادقة خلي بلك الصادقة مش الكاذبة فالمحب الصادق ليس في قلبه مراد ما ليس في قلبه سوى مراد من محبوب واضح حتى ينازعه ويدافعه فهنا الواردات الإلهية واضح تملأ هذا القلب جاهز واضح يعني أما إذا صادفت قلبا يعني فيه موضعا مجغولا بغير من الأغيار لم تساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة واضح كما قال القائل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل وقال آخر ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحوك لاحي سبيلا إلى العذل قال أيضا دواعي الطبع بقى نحن قلنا بقى إيه دواعي الطبع وإرادة النفس وشهواتها يعني مصدرها إما جه وإما ضعف يعني واضح هنا الإرادات والدواعي الإرادات والدواعي لا تسير العبد بل إما أن تنكسه إن أجابه وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها الوردات يا إخوة وردات شرطانية الدنيا الشهوات المعاصي وردات مع الإرادات مع المعارضات يعني وردات ومعارضات يعني واضح بالنسبة لمن للقلب يعني إيه نبسط المسألة يعني أنت عندك عندك كمية وردات ومعارضات كبيرة جدا يعني قلبك عمل إيه عايش في الأحلام في الأوهام في الأمال الكاذبة في الخيالات في الأباطيل الدنيا الأسباب واضح سيطرت على القلب من كل جانب فتجي الوردات الإلهية تلاقي فيه معارضات يبقى وردات جات له إيه معارضات ما فيش مكان خالي في القلب ما فيش مكان خالي يبقى اللسان يعلم يتكلم بقى بلسانه كأنه يتكلم بلسان صدق بس الواقع مختلف ما فيش مكان ما فيش مكان للوردات الإلهية إيه الوردات الإلهية وردات المحبة وردات الخوف وردات الرجاء وردات الأنس من خلال سمع بأذنه واستجاب بعقله وإيه ما هو عندنا ثلاثة سمع إدراك وبعدين عقلي وفه وبعدين استجابة وامتثال حال فسمع بس ما فيش استجابة حتى لو كان فيه فه ما فيش استجابة ما فيش استجابة ليس هناك استجابة لماذا؟ لأن المحق اللي مشغول فهنا يظهر ايه؟ الكذب يظهر الحسن باللسان ويخفي القبيح بالحال واضح يبقى الصدق فين فهنا يعني الدواعي والإرادات لا تسير العبد إما يعني تنكسه إذا أجابها وإما تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله فهو يسير رويدا رويدا وقد سبق السعى كما قيل من لي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجيء في الأول وقالوا أيضا أيها الإخوة وأيضا فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها يعني هنا إرادات تعالي القلب السليم والنفس المطمئنة بتختلف عن إرادات تانية فيه تعارض بتجي إرادة يبتدي المعارضة يبتدي النزاع النزاعات القلبية والإرادات والمعارضات انت بتصنع المعارضات وبتصنع الإرادات والواردات انتبه عايزين نحط القلب كده في النص يا إخوة قدامنا هو قلبنا ونقوله فيه واردات جاء منين الورد بتاعت منين بتشرب منين بتشرب منين من ماء طاهر ولا طهور ولا نجس بتروح تشرب منين من القرآن من السنة من سير القلب من إياك نعبده وإياك نستعين ولا منين هنا واردات جاية معاصي خواطر خواطر مهلكة شهوات تمنيات آمال كواذب فبتلاقي القلب جاهز ما فيش معارضات يجي بقى تسمع بقى كلام عن المحبة والخوف والرجاء تجي لك شوية واردات جاء كده ايه يعني على استحياء جاء تدخل ملقيتش مكان بيسموه ايه بقى لأت معارضات يجي لأت ايه اخوة لأت معارضات من اللي صنع الواردات دي جاءت انت انت اللي صنعت الواردات انت الذي صنعت تلك الواردات انت الذي صنعت ايه اخوة تلك الواردات لا غيرك أنت الذي صنعتها بنفسك وله إخوة أنت الذي أنت الذي صنعتها بنفسك أنت الذي صنعتها بنفسك واضح فتلك الدواعي وتلك الإرادات إنما تحمد عاقبتها إمتى إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها الخالص لله جالك وارد محبة جالك منين جالك من القرآن بالسماع المحمود جالك وارد محبة وارد خوف من خلال آيات الله المشهودة وآيات الله المتلوة فجالك وارد سمعت كلامه عن المحبة سمعت كلامه عن النار سمعت كلامه عن الخوف أصبح جه وارد المشكلة مش في الوارد المشكلة في المشتقبل المشتقبل حيبقى في معرضات أنت الذي صنعت المعرضات يبقى أن يتخلص من المعرضات واضح كده فهنا فيكون كماله في تشبهه به وسيره معه فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به في تشبهه به والنفس معلوم نفس أمارة نفس لوامة نفس مطمئنة فشوف الوردات بتاع النفس الأمارة والوردات بتاع النفس اللوامة والوردات بتاع النفس المطمئنة والمعرضات القلبية في التلاتة انت رتب نفسك عايز تشوف إيه إيه ورداتك في تنازع في الوردات ربما ربما في تنازع جيه وارد وجاي وارد وارد جاي من الجنة وارد جاي من نار وارد جاي من الجنة وارد جاي من إيه من الشهوات والمعاصي إن هون أقوى من التاني في إيه في المعارضات والمنازعات القلبية من اللي انت عايش معها 24 ساعة من اللي بيأخذك من أي طاعة الوردات الشيطانية الشهوات تعي تعدوا فأنا عبد بس للشهوات قال له النفوس ثلاثة أمارة ولوامة مطمئن وثلاث حاجات عندنا مهمين جدا ثلاث حاجات مهمين جدا أيها الإخوة الكرام أيه التلاثة دول أيه التلاثة التلاثة يا إخوة التلاثة إيه التلاثة إيه إيه وارداتك الأول طب إيه معرضاتك ما هي المعارضات دي من اعتبار بص أكأنها واردات عكسية بقى فيه صراع بسمها المنازعات والواردات والمعارضات فيه اتراض ففيه واردات استقرت في القلب وأصبحت من سكان القلب وسيطرت على حصون القلب ومداخله ومسالكه فعندما تجيء الواردات الرحمانية يبتد بقى الجنود يطلعوا السلاح والنتيجة من الضحية أنت الضحية الضحية أنت الضحية فأنت ايه الضحية أنت الضحية يبقى هنا يا إخوة ايه ده ايه ده واردات هنا بقى معارضات حنشوف ايه ايه المعارضات بقى أيها الإخوة الكرام المعارضات كما اتفقنا المعارضة يتعمل زي ايه بتحتاج لقوة حتى تعارض الخاطر الواردات الإيماني فإن الشيطان لص الإيمان واللص يقصد المكان المعمور وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يغفر منه بشيء فلا يقصده فإن قاوية المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد عرص الشيطان على نزعه فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة قوة معارضة وضده مثل أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير وإن كانت شريرة رأست في الشر فهنا بقى بحسب بقى المدافعة والمعارضة المدافعة لهذا العارض وصبره عليه يثمر حيجي لك واردات قوية جدا وإيه وجاء عارض الشيطان ليس نص الإيمان وشاف القلب معمور يبتدي إيه يقبل عليه بخيله ورجله فهنا محتاج صبر فإن صبرت على مدافعة ذلك العارض الشيطاني يثمر ذلك لك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته انتبه فإنه كلما عظم المطلوب كاثرت العوارض والموانع دون وهذه سنة الله في الخلق انظر إلى الجنة وعظامها وإلى الموانع والقواتها التي حالت دونها ملازم حتى أو جابت أن ذهب من كل ألف رجل واحد وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة والإنابة وإيه والإنابة انظر إلى محبة الله والانقطاع إليه بالقلب والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه وليا ووكيلا وكافيا وحسيبة هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه وبعد ارجع بقى تعالى مع عدد تلك الحقائق التي في القلب انظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونها اضغط جمدة جدا اضغط جمدة جدا جدا من الشيطان الذي هو لص الإيمان من خلال الواردات والقواطع والمنازعات اسبر كلما عظم المطلوب كاثرت العوارض وكاثرت الواردات الشيطانية وكاثرت النجاعات القلبية تجعل تجتوفي المقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب حتى تبكي لا بتمشي خلاص لا حيث فيه معارضات وفيه وردات وفيه نجاعات كل ما يعظم إيمانك وكل ما يعظم المطلوب عندك والتعلقات الإلهية الربانية بين قلبك وبين الله كاثرت المعارضات نصبت عليك المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب انتبه ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح ويتميز من يصلح أيها الإخوة الكرام ممن إيه ممن لا يصلح كما قال ربنا جل وعلا ما بيجي الشكي لك مش قادر اصبر قاوم حارب أين جنودك جنود الحق الف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم واردات منازعات معارضات ولقد فتن الذين من قبلهم فلاعلمن الله الذين صدقوا ولاعلمن الكاذبين مش هتهمش بقى بالطريق وبتصل وبتقيم الليل وأسكر وأورد وكله تمام ودعوة إلى الله وعمل الضغط حيزيد ليتميز الصدق من الكاذب الضغط حيزيد الضغط حيزيد ليبلوكم أيكم أحسن عملة ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا أفضت به إلى رياض الأنس إذا صبر على تلك العصرة قليلا مع التوبة أفضت به إلى إلى رياض الأنس إلى رياض الأنس وجنة الانشراح وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه نعود إلى الصدق فهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها فلا تراه إلا هاربا هاربا من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل ومن حال إلى حال ومن سبب إلى سبب لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها ومكان وسبب أن يختوى عن مطلوب اوعى تستقر اوعى تركا إلى عمل اوعى تركا إلى حال اوعى تركا إلى عبادة عن قلبك على الله أول ما تحس أنك ركنت وقلت أنك ويس بالحال انطفض ليه حبائل حبائل شيطانية خواضع موانع عواكس انتبه اسألة ليس الكلام انتبه فهنا دائما ينتقل من من ايه من مكان إلى مكان ده الصادق ومن عمل إلى عمل ومن حال إلى حال ينبس كده ريح والأمور مشت ايه لكنها مشت القائية انتبه أول ما يجيلك احساس بإن خلاص المسألة عندك سبتة وأوردك تمام كده هتقع كده هتضيع انتبه انتقل من حال إلى حال زود روح عيس نمت قيلولي نم نص ساعة بقيت ساعتين كسلت أهملت تكسلت هتبتدئ ترجع لورد لما كنت ماشي قدام خدت زاوة انحراف ارجعته استعين بالله فدائما فدائما الصادق لا تره إلا هاربا من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال 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 أيها الاخوة الكرام من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال ومن سبب إلى سبب ومن سبب إلى سبب لانه ايه يخاف في كل حال يطمئن اليها يطمئن اليها ومكان وسبب يقطعه عن مطلوبه فهو لا يساكن حالة ولا شيئا دون مطلوبه ايه مطلوبه ان يفوز بالله مش انه هو يخلص الورد او يركن انه منتظم في الورد بقى له سنة او اتنين او تلاتة يوع فلو يساكن حالة ولا شيئا دون مطلوبه مهما حال لو خلص كل كتب العلم لسه مطلوبه ايه يفوز بالله يصل الى الله ده الهدف الاساسي وكل بعد ذلك وسائل فهو كالجوال في الافاق في طلب الغنى الذي يفوق به الاغنياء الغنى بالله فالاحوال والاسباب تتقلب به وتقيمه وتقعده وتحركه وتسكنه حتى يجد فيها ما يعينه على مطلبه حتى يجد فيها ما يعينه على مطلبه وهذا عديد فيها فقلبه في تقلب وحركة فقلبه في تقلب وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه وعظمته عظمة المطلوب وهمته وهمته اعلى من ان يقف دون مطلوبه يعني الهمة عالية جدا مش انك انت على صحف القرآن او مجالك تصدي او طلبه في مجالك لا انت 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 تسعى في الخدمة للوصول الى الملك وهمته اعلى من ان يقف دون مطلبه على رسم او حال رسم اي رسم رسم كل ما سوى الله او يسكن شيئا غيره فهو كالمحب الصادق الذي همته التفتيش على من التفتيش على من يا اخو على محبوبه التفتيش على من ايها الاخوة الكرام على محبوبه وهكذا حال الصادق فين في طلب العلم وحال الصادق في طلب الدنيا بيبحث عن محبوبه ده بتاع العلم بيبحث عن محبوبه ده علم النافع علم القلوب والتاني يبحث عن محبوب في الدنيا فكل صادق في طلب شيء لا يستقر له قرار لا يستقر له قرار ها ولا يدوم على حالة واحدة فالصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ اوامره وتتبع محابه فهو متقلب فهو يسير معها اينما توجهت ركائبها ويستقل معها ان استقلت مضاربها فليناه في صلاة في صلاة اذا رأيته في ذكر ثم في غزو ثم في حج ثم في احسان للخلق بالتعليم وغيره ومن انواع النفع من انواع النفع ثم في امر بمعروف او نهي عن منكر او في قيام بسبب في عمارة عمارة للدنيا للدين والدنيا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجدكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة